بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق الثالث عشر فبراير من كل عام احتضن بيت الصحافة بطنجة مائدة مستديرة جمعت بين ثلث متنوعة من الإعلاميين والطلاب ومنتجي المحتوى الرقمي هذا اللقاء المنظم تحت عنوان الإعلام الرسمعي في زمن الرقمنة شكل فرصة مثالية للاستماع إلى تجارب المهنيين في مجال العمل الإذاعي ومناقشة تحدياته وأفاق الإذاعة في زمن الرقمنة هي مناسبة سنحل احتفاء بمئة سنة على اكتشاف الأدن المغربية لجهاز الراديو للصوت المسموع المغربة أدركوا هذا الجهاز منذ سنة 1924 في 2024 يضل السؤال هل بصيغة الماضي أم بصيغة استشراف المستقبل الراديو أو الإذاعة التي لازمت أجيال من المغربة كانت هي التي توطن وتؤطر الرأي العام سواء قبل نيل الاستقلال أو بعد مرحلة الاستقلال خلال النقاش تم استعراض المصاري التاريخي للراديو مع التركيز على مقاومته للاندثار ومرونة حضوره في مختلف المنصات الإعلامية الحديثة كما تم التطرق إلى مفهوم البودكاست من خلال تجربة ميديا الراديو مع التركيز على التطور الرقمي المتزيد للراديو ودوره في عالم الإعلام الحديد اليوم احنا كنحتفلو بميات عامد الإداءة في المغرب والاحتفال بالماضي ماشي كافي خسنا نشوفوه القدام والقدام هو رقمانات الصوت من خلال البودكاست وليوم جينا نهضرو على هاد جستما لديبلوبمان دي البودكاست من خلال الإكسبرينس ديال ميديا بودكاست اللي قمنا به هاد عماين واللي جينا نشاركو به المهتمين بالقطاع طبعاً اللي كانت حدثوا عن الإداءة فهي من الوسائل الإعلامية اللي كان عندها دائماً دور مهم في التوعية في التثقيف إلا أننا أصبحنا في واحد الواقع نصارع وكنحاولوا أننا نشوفوا إلى أي حد الرقمي ممكن أن يسهم في تطور الإداءة أو ربما قد تكون له آثار سلبية كما أكد المشاركون أن الإذاعة ليست فقط وسيلة إعلامية تقليدية بل هي متن الإعلامي وعموده الفقري وستظل محتفظة بذورها المهم والحيوي في عالم الإعلام الرقمي والتكنولوجي الحديث